أسأل الله أن يكون حجك حج مبروراً وأن يكون ذنبك ذنباً مغفوراً فلذلك إحنا دائماً نقول كده حج مبرور وذنب إيه وذنب مغفور طيب الكلام ده جمنين قال لك أصلي لو الإنسان ده ماله حلال تقول لك إيه حجك مبرور وذنبك مغفور والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا إيه إلا الجنة طيب أنا محتاج أن أفهم بقى معنى البر يعني إيه حج مبرور وهل ينفع البر ده أكمله بعد الحج ولا ما ينفعش إلا أنا أكمله بعد حاج البر ده عشان نبدأ نفسره تلاقي القرآن هو اللي فسره مبرور جاية من بر من البر نعم ليس البر أن تولوا وجوهكم صح أهم نقرأ في القرآن تعال نكمل كده بقى ولكن البر إيه حنبدأ نعدد بقى إيه هي البر فيقول لك كده ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ده خمس حاجات اللي هي إيه اللي هي أصول الإيمان فمعنى كده أن البر من آمن بالإيمان بأصول الإيمان إيه أصول الإيمان اللي حين يقول أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبه والرسلي واليوم الآخر مش نحن عارفين كده هو ده تعريف الإيمان كان في حديث عمر فهو يقول كده ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين خلاص؟ أدي الخمسة أصول الإيمان يبقى أود أول واحدة من أنواع البر أحافظ على ده بقى بعد الحج؟ أيها طبعا أحافظ على إيه؟ إلا أنا إيماني بالله رب العالمين طب الإيمان بالله ده معناه إلا أنا أحافظ على أوامر ربنا تبارك وتعالى إلا أنا أكتني بالنواهي الإيمان بالكتب المنزلة فالقرآن الكريم وشوفي الأوامر وذلك السلف رضي الله عنهم كانوا يبدأوا يقرأوا القرآن كده سيدنا أنس كان يقول خلي بالك وانت بتقرأ القرآن رب قارئ للقرآن والقرآن ويلعنه فخلي بالك من حتى دي فأنت وانت بتقول ألا لعنا طلع على الظالمين وانت ظالم واكل حق أختك وحق جهرك فخلي بالك أو واكل مثلا المال العام كان سيدنا الإمام أحمد رحمه الله في يوم كان يوم شديد الحرارة كده مرضيش يستظل بظل حائط رجل فبقول له انت ليه ماتعك كده قال لا أصل طين الحيطة بتاعته فأخذت حوالي 3-4 سنط من مال من شارع الطريق المسلمين يا ربي فده المال العام آه فخلي بالك بقى طب اللي بيسرق بقى من المال العام ده يعمل إيه طب واللي بيطلع 3-4 متر في الشارع ويقول لك يعني يعملوا قوضة وشقة وبتاع وما إلى ذلك فده يروح فين ده فنخلي بالنا وده كمان حتى العلماء لما قالك طب لو فيه حد السرقة يقام عليه حد السرقة ولما يقامش عليه حد السرقة فقال لك لا ليه قال لك أصلي ده مال عام مال يعني زنبه أعظم تقال بقى الناس كلها تيجي يوم القيامة كده بتقتص منه يوم القيامة يا ربنا ده مالي ومالك ومالدة 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 واخد بالحضر فخلي بالنا من المسألة دي فهنا القرآن الكريم فسيدنا أنس بقى يقول رب قرأ القرآن ونالخراح يعلم فأنا ونعمل أقرأ القرآن فأنا أنتبه بقى رب يقول لك افعل ويقول لا تفعل فأنا أتوقف بقى فشوف افعل دي مبرور بقى اللي هو البر البر أن تعمل بمراض الله تبارك تعالى ترجمة نانسي قنقر